فرارهم من مناطقهم التقرير التالي يصلط الضوء على المصاعب التي تواجه العوائل النازحة داخل احدى المدارس بريف حما للبرد حين يأتي ليلا طعم العذاب والرحيل المر في مدرسة اخذ القصف نوافذها يسكنها النازحون في ريف حما حتى اذا ايقظ البرد صغارهم عمدوا الى اغلاق النوافذ بما تيسر من حجارة منت عليهم بها مخلفات القصف من دمار وخراب الا من اسعفه الوقت ليصطحب معه سجادة يعلقها على نافذة من ليل تشرين البارد طالعوا احنا نازحين بريف حما الشمال صانت من تشر نازحين يعني غاعدين مع الطلاب ولا ابو ولا شبابين وعبتاكل مدرسة غزائب صالت المصابين المصابين واشو بالنيا عند الصباح لا يكاد النازحون يغفرون بشيء من دفء اشعة الشمس حتى تتضح معالم مشكلة اخرى وقد قصد الطلاب مدرستهم ليتعلموا منها ويلعبوا فيها لكن ليس بعد ان شغلها النازحون من مناطق اكثر سخونة او اتى عليها القصف في مناطق اخرى لتقع الادارة بين امرين ليس احلاهما ان تطرد النازحين او تقضي على فرصة الطلاب بالتعليم لتظل المشكلة قائمة دون حل ناجع او مساعدة من احد في هذه المدرسة تقاسم الطلاب والنازحون صفوف الدراسة في حل لم تجد ادارتها افضل منه لم يعالج الحل المشكلة نهائيا اذ ظل عدد من الطلاب دون صفوف تأويهم وقد اختاروا الفراغ على ان يزيد معاناة النازحين ومتاعبهم لكن المشكلة لو طالت سينجم عنها مشاكل اكثر واشد خطورة اشتركوا في القناة